وبالعودة مشاهدين الكرام للقاء المقرر عقده ما بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات مدينة العالمين تنضم إلينا جاكلين ماهر مرسلة أكسانيوز جاكلين أرحب بك معنا في هذه القولة الإخبارية بداية بعد التحية مزيد من التفاصيل عن هذه القمة الخماسية تفضلي بالفعل دانا تحياتي علمنا من مصدر مسؤول أن هناك لقاء أخوية يجمع بين مصر وأربع دول عربية هم الإمارات والعراق والأردن والبحرين هذا اللقاء الأخوي الذي يجمع البلاد العربية لمناقشة التحديات ولتبادل الرؤى حول الأزمات الراهنة وحول ما تشهده المنطقة من تطورات مختلفة نحن نتواجد الآن في مدينة العالمين الجديدة هذه المدينة الآن ربما نبرز الدلالة التي تحتوي عليها هذه الزيارة وهذا اللقاء الأخوي ما بين رؤساء وقادة الدول العربية بهذه الدلالة على المستوى السياسي وعلى المستوى أيضا الجغرافي ربما الآن مدينة العالمين الجديدة هي مقصد لقادة الدول العربية بما تحتوي من مناظر خلابة ومن إمكانيات كبيرة استثمارية كبيرة تجذب قادة الدول العالم ربما في 2018 قبل عام 2018 تحديدا دنا لم تكن مدينة العالمين الجديدة متواجدة ولم تكن على الخريطة فنتحدث الآن على مدينة متكاملة الخدمات مدينة من مدن الجيل الرابع مدينة ذكية يعني بتشهد هذا اللقاء الهام الذي يجمع قادة الدول العربية تحت مظلة رعاية ورعاية رئيس الجمهورية سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنتحدث عن أيضا إمكانيات هذه المدينة يعني ربما بنتحدث أن هذه المدينة عند انطلاقها منذ عام 2018 ووضع حجر الأساس كانت لها أهداف عدة تنطلق على مستويات مختلفة بنتكلم على مستويات استثمارية وتجارية ليست فقط على المستوى السياحي والجذب السياحي ربما نعلم أن بعض المدن السياحية هي بتستهدف المواطنين على مدار شهرين أو ثلاثة شهور بتأكيد يمكن جاكرين هي مدينة شاهدة على كل إجازات الدولة المصرية هناك روزية كبيرة لاختيار مدينة العالمين الجديدة لعقد هذه القمة الخمسية بشكرك شكرا جزيلا جاكرين ماهر على هذه المعلومات الوفية شكرا جزيلا لك جاكرين